بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم مشتل بدون اعفان جزور مشتل بدون اعفان جزور احنا عارفين اعفان الجزور دي مشكلة عويصة جدا بالنسبة للشتلات واعرف ان لو الشتلة بتاعتك اساسا نزلة الارل المستديمة وهي فيها اعفان جزور الوضع بيبقى كارسي لان العلاج في المساحات الكبيرة لما يكون عندي عفان جزور وعندي مساحة كبيرة فالعلاج بيستدعي ان انا يعني استخدم كميات كبيرة من مبيدات عفان الجزور اللي هي تقريبا يعني غالية جدا 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 طيب الحل انك انت تنزل الشتلة بتاعتك سليمة تمام ده يعني كمان الشتلات لو نزلت عندي مصابة كمان في الارض بالاضافة ان هي يعني بتكون مكلفة في عملية العلاج الا ان العلاج ما بيكونش برضو بالكفاءة اللي انت متخيلها لان اصلا النبات لما نزل او الشتلة لما نزلت نزلت وهي فيها اساسا عفان جزور اذا فهتاخد مني بالاضافة الى تكلفة عالية جدا كمان الكفاءة بتاعت العلاج في المساحات الكبيرة مش تكون كويسة غير كده تأخير بقى المحصول يعني انت النهاردة زراعة بزرة او زراعة شتلة النهاردة طلعت على طول تمام واشتغلت وشقت طريقها وبدأت الموسم بتاع النمو بتاعها غير انك تحط شتلة وتقعد تعلي فيها وتضيف عفان جزور وتأخرك في الموسم وهتخليك طبعا طالما تأخرت من الموسم طبيعي انك انت لو فيه مثلا موسم بيبقى مبكر والاسعار فيه كويسة طبعا مش هتلحق الاسعار ده هي تمام دي من ضمن المشاكل اللي هي بتقبلنا طيب ازاي اطلع شتلة كويسة وبدون والله سر واحد والله الذي لا اله غيره هو سر واحد ومش سر الناس كلها عارفة كده لكن هنبع عليه ليه المليون مرة تمام انت النهاردة حطيت البزور بتاعتك في البيئة اللي انت بتزرع فيها اللي هي الطربة والطربة عندنا جماعة قلت قبل كده انه هم نوعين من الطربة الزراعية اللي احنا بنزرع فيها اما طربة انت بتصنعها على ايدك ودي موجودة عندنا في مصر تمام او اما انك انت بتبدأ تجيب طربة جهزة ودي في البلاد الخليج طبعا موجودة الطربة الالمانية دي موجودة في كل حتة او خلافه الطربة دي بتبقى متعدلة وتبقى معقمة وتبقى مخصبة يعني انت ما بتحطش قلل البزور وخلاص تمام طيب ممكن تصاب اه ممكن تصاب رغم ان هي يعني يعني ممكن يجيلك عفان جزور في طربة اصلا الماني من افضل انواع الطرب اللي انت بتزرع فيها اه طبعا يجيلك طيب بالنسبة للطربة المصنعة التانية اللي احنا عندنا في مصر فبيبقى واحد بيتموس لتلاتة فرموكلايت تقريبا يعني بيقابلها كده تمام وطبعا الشتلة اللي احنا او الطربة اللي احنا بنستخدمها في مصر اللي احنا بنصنعها على ايدينا تمام او بنعمة الخليط بتاعها على ايدينا تمام اللي بيبقى واحد بيتموس لتلاتة فرموكلايت تمام دي مشكلتها ايه والتانية اللي هي التربة اللي هي اللي بتبقى مصنعة وجاهزة مشكلتها هي بما إننا مصري وإحنا بنصنع التربة دي هقولك مشكلة يعني إحنا بنحط البيتموس مع فرموكلايل بنحط طبعا بالت البتموس مع قابلها ثلاثة فرموكلايل طب في ناس البتموس أسعاره غالية جدا تمام البتموس أسعاره غالية جدا ومش هقول طبعا زمان كان فيه بتموس أساسا بيبقى غير متعادل تمام كل ما نحط له بضل البراط الكلام ده انتهى تم كل البتموس اللي بتحط دلوقتي أصبح بتموس يعني متعادل الحموضة بتاعته أقصد يعني تمام فالبيتموس بطبيعته غالي تمام الفرموكلايل ترخيص فالناس بتعمل ايه عشان تزود فرد الصواني بتزود الفرموكلايل تمام وبتقلل البتموس عشان يعبي صواني خصوصا مشاتر التجارية تمام طيب الفرموكلايت نفسه بتلاقيه تقيل بتلاقيه تقيل تمام تقيل لما بيختل التوازن هنا بتختل التوازن ما بين البتموس والفرموكلايت تمام فبتلاقيه المسام بتاعت التربة ديت أصبحت بتلاقيها ايه طيب لما المسام بتاعت التربة اللي هي اللي احنا صنعناها ديت مسام اه فراغات الهوى اللي بتبقى فيها ما فيه مسام تربة تمام سواء في التربة بتاعتنا او في التربة برضو لو نحطها في الصينية المسام دي بيبقى فيها هوى تمام المسام دي بتاعت التربة ديت اللي انت بتخلقها ديت بيبقى فيها هوى تمام طيب لما انت بتضيف فرموكلايت زيادة فبتقلل المسام دهيت او بتخلي المسام قليلة جدا والمساحة بتاعتها قليلة فبالتالي بيبقى ما بيبقاش فيها هوا كافي للتهوية بتاعت الجزور تمام فلما بيكونش فيها هوا كافي للبزرة اول ما بتتحط وبداية الانبات لما بيكونش فيها مسام كويسة وبتنزل انت مية فبالتالي بتطرد الهواء اللي موجود تمام تقعد بقى تحطه مية تحطه مية تحطه مية لحد الامور عندك للأسف الشديد ما بتبقى الصينية بتاعتك بتبقى دخلت في الظروف لا هوائية دخلت في الظروف لا هوائية ولما بتدخل في الظروف لا هوائية اصبحت النهارة معرضة لان هي تصاب بعفن الجزور ان هي تصاب بعفن الجزور في الحالة دية انا اعمل ايه في الحالة دية انت المفروض اصلا مايجي لكش في المشدل يعني مش ان هو يجي وتعالج لا المفروض مايجي لكش في اي موسم المفروض تكون احتياطاتك ان هو مايجي لكش الاحتياطات ايه من اول ما بتعمل التربة بتاعتك تمام وتعمل الخلط ما بين الموتموس والفرموكلايت تعمل النسب المزبوطة تمام تعمل النسب المزبوطة دي رقم واحد رقم اتنين وانت بتعبي في الصينية وانت بتعبي في الصينية ما تكبس الصينية لا عبي عادي حطوا التربة بتاعتك ومس بيدك من فوق وطب دي شرحتها كتير ما تقعدش تحط الصينية وتقعد تدوس عليها وتكبس وتحطوا تربة وتكبس تحطوا تربة وتكبس الوضع دهوت مش كويس لانك بتدمر البناء اللي هو بتاع التربة بتاعتك تمام تالت حاجة وانت بتعمل التربة ما تزودش المية بتاعتها انت بتحط بتمس بتحط فرموكلايت بتحط البتمس في المية طيب هو قالك ده بياخد مية قد كزا يبقى احنا بنحط البتمس بتاعنا والفرموكلايت ومنزودش المية تمام وقلنا طبعا اختبار بسيط جدا انك تقط شوية تربة وبتضغط عليهم بيدك المفروض ما فيش مية تسيل منهم لان لو مية سالت منهم يبقى المية عندك كتيرة تمام المية عندك من الاول خالص كتيرة هتحط البزرة وهتسق مية تاني تقيلة تمام هتزرع وقبل الانبات هتقعد تدو مية للمشتر برضو المية تقيلة اذا فهيجي عفن جزور تمام طب الحل ايه الحل اضبط مية الخلطة بتاعتك واضبط الصينية تعبية الصينية بتاعتك وبعد الزراع تضبط عملية الري ما بعد الزراع هتلاقي امورك طيبة وما فيش عندك اي مشكلة اطلاقا في القصة دهية تمام حزاري انك تدو مية لحد ما تلاقي فيه خضار الصينية اصبحت خضرة من فوق كده تمام خضار ده معناها ان فيه زيادة مية والتحالب والفطريات ابتدت تشتغل وحل الفطر في المشتل وحل الخراب طبعا تمام طيب بالنسبة ليه التربة المخصبة دي تربة مخصبة وامورها طيبة وتمام واللي عملها راجل اوروبي ومديها الخصوبة بتاعتها مخصبها بعناصر كبرى وصغرى ومعقمها طبعا تعقيم ما فيش بعد جده وامورك طيبة تمام لكن ممكن الصينية دي او التربة اللي احنا مستخدمها دي برضو الصينية اللي احنا زرعناها او الشتل اللي احنا زرعناها فيها يجيلها عفا جذوب تمام طيب في الحل ده هو لما بيجي يجيلها ازاي يجيلها لو انا اولا نزلت الطربة بتاعتها قمت معابي في الصينية على طول طربة دي يا جماعة الخير بتبقى مكبوسة شوية تمام فلازم تفكها بايدك تفكها كده حيث تبقى مفلفلة كده تبقى ايه القوام بتاعها سفينجي ما تبقاش ايه مضغوطة زي ما هي بتنزل من الكيس مضغوطة لا انت بتفكها بايدك تخلى الرجالة تفكها بايدهم تمام ما تضيفش عليها اي حاجة اطلاقا ديت مش بتاعتك ما تضيفش عليها اي حاجة اطلاقا تمام انت بتفرد في الصواني بتاعتك وتبدأ الزراعة تمام كبس الصينية زي ما قلت لك هيجيب لك اعفام جزور تمام وهتحول البيئة بتاعتك لبيئة غير هوائية خالص تمام وهتحصل عندك مشاكل كبيرة طيب يعني ما تجيش يامة الصينية ديت ما تكبسهش جامد علشان ما تعمل لكش ظروف غير هوائية وتبقى مشاكلك كتير بالنسبة للشتلت بتاعتك تمام تعبه تعبية عادية وتمسها من فوق وتزرع وتديها المياه الطبيعية بتاعتها خالص بره ما تفضليش بعد ما تدي المياه تمام تقعد كل ما تروح وتمسك الدش اللي بنروي به وتقوم عقشة غرية وخصوصا في الصيف يا جماعة وخصوصا في الصيف في الصيف بتحصل مشاكل كتير جدا 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 الرطبة تبقى عالية والحرارة والوضع ما بيبقاش كبير سيمكن في الشتاء الامور يعني الى حد ما الفطرات ما بتشتغلش قوي لكن بره في الشتاء ممكن يكون اخطر من الصيف لان اصلا الصيف الصينية على طول بتقيه اي نعم في رطوبة بس الصينية بتنشف بسرعة في الشتاء لا الصينية بتخز المياه لان ما فيش اساس النتح ولا بخر من التربة ولا من النبات اللي انا زرعه فتاخد بالك من القصة دي كويس جدا والله لو انت المقادير المياه بتاعتك سواء وانت بتعمل التربة بتاعتك تمام بتخلق التربة بتاعتك او وانت بعد ما بتزرع تمام لو ضبط وحتى بعد الشتلات ما بتطلع تمام واصبحت زي اللي انت شايفها في الصورة دي تمام لو انت ظابط المياه بتاعتك مضبوطة يعني على فكرة الحاجات دي خبرة تمام بتخبرة مع الممارسة بتلاقي نفسك تمام تمام فاهمني فلو ضبطت القصة دي بحالها لا هتحتاج لا يونيفورم ولا روزوليكس ولا توبسين ولا الليلة اللي احنا بنتكلم فيها خالص اللي امورك طيبة ويقشت لها عندك ماشية ما فيهش اي مشكلة خالص مشكلتك في ايه في المياه مشكلتك في ايه في المياه مشكلتك في ايه كمان في التزليل ما تزليلش جامد تمام او اعمل يعني حتى لو انا مستعد والله لو في تزليل ايه بس بدي مقادير المياه المزبوطة مش ححصل عندي اي مشكلة خالص لو بتستخدم طربة مخلقة وبتشتغلها كويس والله لا يمكن يحصل عندك عفا جزور تمام انت شايف الجزور بضهيات وتمام تمام بس المياه بحساب المياه بحساب روي ايكش تروي في اليوم عشر مرات ما عنديش اي مشكلة خالص بس مست مست مش اقعد احط في الصينية مياه لحد ما تجيب من تحت ده غلط كلام بتنقعد ندي الصينية مياه لحد ما تجيب من تحت في اول ريه مجرد ما بنزرع اه ما عنديش مشكلة في القصة دي نروي ريه غزير عشان البزرة تشبع مياه تمام بس بعد كده لا المياه بحساب المياه بحساب لو زبط المياه بتاعتك تمام امورك هتبقى طيبة ومش هيحصل اي حاجة اطلاقا ولا عفان جزور ولا اي حاجة بالنسبة لشتتلات بتاعتك شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته